منخفضان جويا خمسينيا خلال الأسبوع الحالي لكن يستقر الطقس في الفترة ما بين هذين المنخفضين خلال منتصف الأسبوع تحديدا تفاصيل بعد قليل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريدج ستون وفاير ستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري كابسولات قهوة الإسبريسو الفاخرة بالميو متابعين في الأردن أصعد الله وقاتكم بكل خير يبدأ هذا الأسبوع بتأثر المملكة بمنخفضة جو خمسيني تحديدا يوم الأحد يترافق بعد الظواهر الجوية وهي الرياح القوية وأيضا الموجات الغبارية يوم فرصة زخات من الأمطار تأثيرت هذا المنخفض الجوي ستتراجع يوم الاثنين تنخفض درجات الحرارة تصبح حول معدلاته مثل هذا الوقت من العام تعود وترتفع يوم الثلاثة وتنخفض من جديد يوم الأربعاء مع فرصة لهطول زخات من الأمطار وتبقى منخفضة حتى نهاية الأسبوع نبدأ بالتوقعات الجوية اليوم الأحد حيث تتأثر المملكة بالمنخفض الجوي الخمسيني أجواء مغبرة رياح قوية مع هبات قوية أيضا تلمس المئة كيلومتر في الساعة موجات غبارية قوية خاصة في المناطق الصحراوية وأيضا ارتفاع على درجات الحرارة لتكون أعلى بكثير من معدلات مثل هذا الوقت من العام لكن يوم الاثنين يتراجع تأثير المنخفض الجو الخمسيني تنخفض درجات الحرارة وتهب على مملكة تيارات غربية تعمل عن انتشار لكميات من الغيوم المنخفضة في المنطقة الشمالية والوسطى من المملكة يوم الثلاثاء تنتشر كميات كبيرة من الغيوم العالية لكن ترتفع درجات الحرارة مجددا تصبح أعلى من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام يوم الأربعاء تعود وتنخفض مجددا لتصبح حول معدلاتها مثل هذا الوقت من العام لكن تنتشر كميات من الغيوم المنخفضة والمتوسطة لارتفاع التي استعملها طول زخات من الأمطار في المنطقة الشمالية والوسطى وأيضا أجزاء من جبال الشرع فيما تستمر الأجواء مستقرة في المنطقة الجنوبية وأيضا المنطقة الشرقية يوم الخميس المزيد من الانخفاض على درجات الحرارة مع استمراء لفرص طول زخات الأمطار في المنطقة الشمالية والوسطى تكون درجات الحرارة أقل من معدلاتها مثل هذا الوقت العام وتستمر الأجواء مشمسة ومستقرة في المنطقة الجنوبية وأيضا المنطقة الشرقية يوم الجمعة لا تغيير جدر على الطقس لمعدلاتهم مثل هذا الوقت العام يستمر انتشار لكمية من الغيوم التي ستكون ماطرة في المنطقة الشمالية بينما تستمر الأجواء مشمسة بشكل عام في المنطقة الجنوبية والشرقية من المملكة كان هذا كل ما لدينا لحد الآن إلى اللقاء كريم هايبر ماركت شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريدج ستون وفاير ستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري كابسولات قهوة الإسبريسو الفاخرة بالميو اشتركوا في القناة